يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الأهلي لديهم مواجهة كبيرة أمام فريق سيمبا التنزاني في مستهل مشوار مبارياته في البطولة المستحدثة بطولة الدوري الأفريق لتعليق على هذه المواجهة أمام منافس له اسم في ألقار الأفريقية هو نادي سيمبا معي عبر الهاتف الآن الأستاذ أيسى مسعود أضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني عبر زوم يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا على استضافتي أنا مصرور كثيرا لوجودي على التلفزيون المصري بداية كيف ترى هذه المواجهة لتجمع نادي سيمبا بالنادي الأهلي يوم الجمعة القادمة في مستهل مشوار مباريات الفريقين في الدوري الأفريق دائما ما كانت مباراة الأهلي وسيمبا مباراة مثيرة ومباراة حماسية كذلك الحل في تنزانيا نحن دوما ننتظر هذه المباراة على أحرمنا الجمعة هذه مباراة مهمة لنا حينما تواجه فريق كبير كالأهلي فهذا حدث كبير لجماهيرنا نحن متشوقون كثيرا لنرى هذه المباراة ونستمتع بها مواجهة دائما مع النادي الأهلي في البطرات الأفريقية تبقى مواجهات كبيرة جدا مع نادي سيمبا هل سيمبا الآن هو فريق جاهز لمواجهة النادي الأهلي بطل القرى الأفريقية هل لديه التشكيلة الكاملة لهذه المواجهة ولا هناك غيابات في الفريق في الوقت الحالي بالطبع لقد استعدادنا جيدا الفريق الآن مستعد جيدا للمباراة الأهلي ولكن يجب أن نقول أن الأهلي فريق قوي جدا ولكننا تحدثنا مع لعبينا تحدثنا مع جهازينا الفني أن يؤدوا أفضل ما لديهم وأن يظهروا لنا قدراتهم جيدا وأن يؤدوا مباراة جيدة أعرف أنها مباراة صعبة وخصوصا مباراة العودة في القاهرة أو مباراة القاهرة ستكون قوية فبالتالي إذا حققنا نتيجة طيبة في لقاء الذهاب فسيكون هذا أفضل لنا لديكم الآن لعبكم ميكي سوني لعب الأهلي السابق في تشكيلة الفريق هل ميكي سوني يبقى من اللعيبة الموجودة في هذه المواجهة؟ هل تحدث مع الجهاز الفني حول نقاط قوة النادي الأهلي ونقاط ضعفه للفترة الماضية؟ نعم لدينا ميكي سوني هو لاعب سابق للنادي الأهلي وبالتالي هو الآن جاهز للمواجهة بشكل كبير نعم هو شارك معنا على فترات منذ رحيله عن الأهلي وشارك أيضا مع منتخب بلادي في موزنبيق هو لم يلعب لحوالي أربعة أشهر ولكن الآن أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة وسيؤدي بشكل جيد أنا متأكد أن المباراة ضد الأهلي ستكون مناسبة وسيكون اللاعب متاح وأستطيع أنه سيحدث فارقا في هذه المباراة يحدث فارقا على مستوى الأداء ولا على مستوى التسجيل التطاقة أن ميكي سوني يسجل في النادي الأهلي في هذه المواجهة؟ كلاهما أستطيع أن أقول أن ميكي سوني هو لاعب رائع لاعب سريع وهو لاعب ذكي أيضا هو يستطيع أن يقوم بالعملين بالعملين أستطيع أن أقول أنه سيؤدي بشكل جيد ويمكنه أن يحرز الأهداف وميكي سوني اعتاد دوما على إحراز الأهداف وصناعة الأهداف مع سيمبا في السابق فأعتقد أنه يستطيع أن يقوم بالإثنين يستطيع أن يؤدي بشكل جيد ويحرز في رأيك ليه ميكي سوني لم ينجح مع النادي الأهلي إذا ما نجح مع نادي سيمبا؟ لم ينجح مع الأهلي ونجح مع سيمبا؟ نعم؟ في فترة في فترة وجودي في الأهلي هو لم يؤدي في أفضل مستوياتي كما حدث مع سيمبا ولكن أحيانا تعرف أن اللاعب اللاعب إلا أن يتأقلم مع البيئة والثقافة المحيطة به فربما يجد بعض الصعوبات في التأقلم في المكان الجديد وأن يوائم الأجواء حوله وأسلوب اللاعب وطبيعة اللاعبين حوله وعقلية اللاعبين وأن يتشارك معهم نفس الثقافة فبالتالي هذا يحدث أحيانا لا يمكن لبعض اللاعبين أن يتأقلموا ويمكن لبعض اللاعبين أن يتأقلموا فبالتالي أعتقد أن ميكي سوني لم يتأقلم جيدا مع البيئة المحيطة حوله في النادي الأهلي والثقافة المصرية سؤال الجاية ليخص نادي سيمبا عادة لما بتلعبوا مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية الأخرى تختاروا موعد للمباراة موعد مباراة الذهاب على ملعبكم في توقيت مبكر نهارا هل توقيت المباراة اللي مش مبكر جدا نهارا يوم الجمعة القادمة هيؤثر على فريقك في هذه المواجهة ويفيد النادي الأهلي؟ لا ليس هذا هو السبب في اختيار وقت النهار لمواجهة الأهلي في البطولات السابقة وإنما كما تعرف أن في تنزانيا أن معظم الجماهير التنزانية يعتدون دوما على الذهاب إلى مباراة كرة القدم في المساء فمعظم الجماهير فمعظم الجماهير لم يعتادوا على الذهاب بالليل ولكن وقت الظهيرة أو وقت النهار هو الوقت المعتاد للجماهير التنزانية فنحن نريد دوما أن يتواجد الكثير من جماهير سيمبا في الأستاذ فبالتالي أخذنا في الحسبان في المباراة السابقة في المباراة القادمة أن تكون يوم الجمعة حتى يتسنى للجميع التواجد في وقت المساء وهذا سيكون جيدا لنا كذلك حيث أننا نضمن أن الجماهير قد أنهت انشغالاتها وتكون جاهزة للتواجد في وقت الإجازة لهم أعتقد أن الجماهير الآن جاهزة للتواجد أثناء فترة المساء متوقع حضور عدد كم من الجماهير في هذه المباراة ساعة استعدنا حوالي 58 ألف متفرج فبالتالي نحن قد بيعنا بالفعل السعة الكاملة للأستاد ونحن نخطط أن نحن نخطط أن تكون السعة الكاملة قد بيعت بحلول يوم الأربعاء فبالتالي المدير التنفيذي للنادي قد أعلم أن تقريبا أن كل المساحات المخصصة للجماهير جاهزة لاستيعاب ولحين هذا التصريح كان قد بيعت 50% من التذاكر بالفعل فبالتالي بحلول يوم الأربعاء ستكون السعة الكاملة قد بيعت لأن هذه المباراة مباراة كبيرة الجماهير تأتي لمشاهدة الأهلي وليس سيمبا فقط الجماهير متحمسة الجماهير تود أن ترى فريق يلعب كورا جيدة وأمام سيمبا ستكون مباراة رائعة بالفعل فالجماهير تتحمس أن ترى هذه المباراة فبحلول يوم الأربعاء أعتقد أن السعة الكاميرا ستكون قد بيعت أستاذ عيسى مسعود عضو مجلس دارة نادي سيمبا التنزانة أشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار قبل مواجهة النادي الأهلي وسيمبا يوم الجمعة القادمة في مستهل مباراة الفريقين في بطولة الدوري الأفرق شكرا جزيلا